أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا له الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نحل سوى رسالة الخطأ لظهرة قدامي أثناء تثبيت أحد برامج الأوتو ديسك أو برنامج الأوتو كاد مثل ما أنا شايفين أصدقائي الرسالة عم تقول طبعا الرسالة عم تقول لي بليز رستارت يور كومبيوتر تو انستول أوتو كاد الفين ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين بعمل إعادة تشغيل بترجع بتظهر نفس الرسالة بس قبل ما نبلش الفيديو يا شباب ياريت تعطوني لايك عليه لحتى يزيد انتشاره ويوصل لأغلب الناس اللي عم تواجههم هاي الرسالة إذا كنتوا عم تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية لحل مشكلة رسالة هالخطأ اللي ظهرت عندي أثناء تثبيت الأوتو كاد في عندي ثلاث خطوة أول خطوة هي عمل أبديت للويندوز الوصول لمركز الأبديت عن طريق الانتقال لقائمة الإبداء ومن ثم الإعدادات ومن ثم الخيار الأخير ويندوز أبديت بهذا المكان في عندي التحقق من وجود تحديثات بعمل تحديث كامل للويندوز وبعيد المحاولة بتثبيت الأوتو كاد الحل الثاني أصدقائي هو تثبيت مكونات الفيجوال سي بلس بلس المعروفة واللي هي أداة مساعدة ومكملة لنظام التشغيل ويندوز طبعا هي متوفرة على الانترنت وبجميع المواقع وبشكل مجاني وأكيد بثبت جميع المكونات من عام 2005 حتى أحدث واحدة عام 2022 أو 2023 مثل ما شفنا بشكل سريع ثبتت جميع هدول المكونات من أقدم مكون حتى أحداث مكون والحل الثالث والأخير لحل مشكلة رسالة الخطأ هو الدخول إلى محرر الأوامر أو محرر الريجستري الوصول إما عن طريق قائمة إبداء أو خانة البحث الموجودة عندي هون وبضغط الريجستري أو الرجدد بيظهر عندي التطبيق بهذا المكان بضغط عليه زر يميني تشغيل كمسؤول بعد ما فتحت محرر الريجستري بنتقل عند الـ Local Machine Software Microsoft Windows Current Version Windows Update ومن ثم Auto Update داخل Auto Update عندي Reboot Required ومنعمل حدث لهذا المفتاح نعمل له Delete من هذا المكان ومنعمل Yes أو نعم نغلق محرر الأوامر نهائيا ومنعمل إعادة تشغيل ومنحاول بإعادة تثبيت AutoCAD من أول وجديد وغالبا رح تنحل المشكلة شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية شكرا لمتابعتكم أصدقائي شكرا للمشاهدة جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية